يعني مش عايزة ابدأ معاجب الدوري وعودة الدوري هنتكلم اكيد في ده لكن بكلم حمادا صاحبي قصة كفاحة عجيبة وعنيفة جدا خاصة انت بدأت لعيب كرة سلة والمينيا وبعيد عن القاهرة وبعيد عن الاضواء لكن ازاي ادر الولد الصغير حمادا صدق انه يتخطى كل هذه العقبات وهذه الحواجز عشان ينجح الاول كلعيب في منتخب مصر اساسي في النادي الاهلي اساسي انا يعني الحمد للزام انت حذك قلت انا منتخب مصر وانا في المينيا يمكن منتخب الشباب الاول مع كابتن هاني مصطفى الله ربنا يشفيه طبعا دي كانت البداية يمكن رجلي بدري في المنتخبات يعني هي اللي حطتني في الصورة من بدري اا يمكن كان احب الشباب جيب الصدفة اه جيب الصدفة كابتن حمادا الشراوي كان مسك منتخب مصر الاول اه فبيضو بيلف على المنشطات الدول المتاس بيتفرج عليها نعم فجينا مباراة الكروم والاول مينيا اه تسعة وسبعين تمامين تعريبة كده اه فالحمد الله قدت مباراة عالية وكسبنا الكروم في الكروم تلاتة الواحد الكروم كان فرقة اه طبعا بتحرج اي فرقة ومقدت مباراة كبيرة فهو وخد المنتخب الاول يعني من الاختيارات اللي هو نزل كلمني وبتاع فعرف سني اه كان لان عندي 18 سنة كان واخدك منتخب اول اول اه فقال لي لأ ده عندهم مطش الاسبوع جاي في زنبابوي اه مع كابتن هاني مصطفى اي دي كانت البداية وطبعا الكابتن حامد الشرقى هو طبعا كان الله رحمه كان سبب من اسباب الواحد الموجود وهو بلغ الكابتن هاني اه قال له اي شفت العيب وسنه صغير قال له وقت واخد فريق الاول اه منتخب مصر الاول فسنه صغير والحمد الله جزم زي ما انا اه وعملت مباراة كويسة جدا لعبت اساسي اه رحت منتخب مصر الشباب رحت زنبابوي لعبت اساسي على طول بعد اسبوع بعد اسبوع لكن لعبت بعد كده ولعبنا النهائي كان الكاميرون خدنا بطولة افريقيا اول بطولة افريقيا للشباب مزبوط كان معكاب تنهايين مصطفى اه وروحنا هكاسر عالم للشباب في استراليا ومن ساعتها بقى رجعنا من استراليا على المنتخب الاول خدوا مجموعة مننا حوالي بتاع 6 لعيبة مع المنتخب الاول مع هيدر جوت اه كنت انت وطهرابوزيد انا وطهرابوزيد وعلاق محمد حلمي وشام صالح جاء في الاول خد مجموعة كبيرة من عندنا اه وعلاق نبيل اعم المجموعة كبيرة رحت من انتخب مصر من بعد ما رجعنا من كاس العالم على طول الشباب وكملت